الموهوبين في عالم الخدع البصرية من شاء الله تبارك الله عندهم سرعة بديهة مطبيعية أبدا في اليوم معنا فنان بطل في هذا العالم وراح يعرفنا أيضا على بعض أسرار هذه اللعبة المميزة جدا ويعطي تفاصيل أكثر عنها ونلعب مع بعض أيضا في هذه الفقرة يسمحوا لي أرحب ضيفنا اللاعب الخفة منيب عباس منور منيب بنورك الله يسعدك كيف المدينة وكيف أجواجبت لنا نعناع مدينة لا ما أجبت ليش؟ إن شاء الله المرات الجاية قبل ما أسألك ما رأيك نلعب لعبك مع بعض أوكي عادي ما عندي مشكلة ومشحبتها؟ تمام سأجرب معاك شغلة في قراءة الأفكار حلو من البداية بقراءة أفكار لكن نسبتها ضعيفة صراحة لكن نقول إن شاء الله تزبط طبعا لعب الخفة يسوي نفسه يغلط علشان إيش؟ ينصدم الشخص أباك تقول لي لي أوقف في الوقت اللي أنت تبغي قول لي لي أوقف أوكي أوقف هنا ولي حاب تنشي؟ لا لا أوقف متأكدة؟ أكيد أسحذ الكرت أنا ما حطالع أحفظ الكرت ممتاز لا توري الناس خلص خلي معاك أوري الناس وريتيهم؟ لا لسه غمض ريوني؟ لا لازم يشوفهم معانا غمض ريوني أوكي عشان إذا ما تضبطه؟ لا 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 أضبط أوكي يلا لا ستزبط إن شاء الله أوكي طبعا الأوراق هذي كلهم مختلفة عشان ما أحد يقول إيش؟ إنه الأوراق كلها نفس الشكل هلو أخفي الكرت تمام؟ رح أدق على شخص من أصحابي ممم تمام؟ الشخص هذا حطيت له مفاجأة في جيبه ممتاز؟ دعونا نشوف إيش المفاجأة في البداية رح أدق عليه يعني أنت مضبط هذه اللعبة قبل ما تجينا؟ أيوة كيد وحلمت حلم وحقول لك إيش الحلم دحينك كمان الله يستر الله مجعل أخير يا رب لا ما عليك أوكي حدق عليه ايه السلام عليكم عليكم السلام أهلاً وسهلاً كيفك تمام؟ أيهاك الله حبيب قلبي أنا حالياً في لقاء تمام؟ في قناة روتانة خليجية أبغاك تختار أي رقم أنت تبغاه من بين الكروت دولة كلهم اختر لي أي رقم أي كرت أختار؟ أي كرت تمام ممكن خمسة الهاص خمسة الهاص أي نعم تبتغير أم لا؟ لا تمام متأكد تمام أوكي الكرت معاك أي الكرت معايا متأكد أنك أنت تغير سريع عشرة السبيت أختار عشرة السبيت كرت عشرة السبيت عشرة السبيت تمرت قلي خمسة ومرة تقول لي عشرة السبيت عشرة السبيت ثبت أكيد ممتاز ممتاز كرتك كيف كان؟ أعطيك العافية عبد الرحمن تسلم لكن أنا ما خلصت ممكن الناس تقول فيه اتفاقية طبعا أنا دايما أجيب بس هو لا قال شيء وأنت قلت له أكيد متأكد يعني غير رأيك بسرعة لا أكيد ممكن الناس تقول فيه اتفاقية تمام فأنا دقيت على الشخص هذا علشان أنت تدق على أي شخص تمام أنت تبغيه واختار رقم الكرت هذا اللي رح اختاره رح يطلع مقلوب وفي نص الورق والحلم اللي أنا حلمته طبعا حلمتك تختاري كرت الكرت هذا الآن أنا قالبه من بين كل الكروت دولة قالب كرت واحد وعندي إحساس الشخص اللي رح تدق عليه إن كان ولد أو بنت رح يختار نفس هذا الكرت فكي ليدك حطي الكروت في يدك دق على أي شخص طيب الحين وين جوالي؟ جوالي ما عرف تقع على مين أنا الحين كلهم متعودين ما دق عليهم دلوقت تخذ راح تسأخرين يدق على بابا يمكن مجالس يشوفني الآن؟ لا عادي عادي أي شخص أحطوا سبيكر ولا لا؟ أكيد عشان النص تشوف الجمهور هل يصرخ عليه؟ لا لا ما حي يصرخ لا لا يخوف المضعب يتخاف على فكي؟ لا لا ما يخوف ألو بابا علي كيف حالك حبيبي؟ عمد لله بابا أنا لايف ومعايا ضيف لاعب خفة وقال لي أعطاني كوتشينا وورق كوتشينا وقال لي اختاري اختاري أي ورقة أي رقم أو أي ورقة فإيش راح تختار؟ اختار لي اختار الشيلي تبغيني أختار لك أنا يعني؟ أيوه أي رقم؟ اعطيني أي رقم سبعة قلب سبعة؟ قولي له بإمكانك تتغير تبتغير ولا نثبت؟ لا ثبت السبعة ثبت السبعة أيوه السبعة أوكي طيب بابا يغباي أحبك باي باي أوكي أيش قال؟ أوكي سبعة قلب سبعة قلب أوكي راح أفتح الكروت قدامك أيوه كرت واحد مقلوب الكاميرا موجودة لا يجبتها ركزي هنا والله يا منيب لك إلا تبغى سبعة قلب سبعة قلب كروت كلها أوكي أرفعها شوية لكاميرا تشوفها لا بس الناس تشوف سبعة القلب والله إذا جبتها ها الكرت من بين كل الكروت والله أسحب الكرت ما راح أسألك أي سؤال أنت راح تسألني أسحب الكرت خلي الناس تشوف بسم الله سبعة القلب يا جماعة ما هذا؟ أعطيك ما هذا؟ سر المهنة لا 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 دقيقة ما هذا؟ أنا طبعا لا أريد أن أخفي الكرت وأخفيك معا فلا تسأليني كثيرا لا لا أتحمس متحمس واضح لك ما شاء الله استخفيني من روادة هذه ما تقدر عليها لا تتحدين لا ما تقدر عليها أوكي خلاص أنا أحب التحديات بس ما تقدر عليها صدق لي أوكي بس ما شاء الله تبارك يا جماعة مستوعبين ما بدي الكرت أنا مستوعبة تروا بالله العظيم تروا أكلم بابا وهو اختار يعني أنا ما قلت له اختار رقم طبعا شوفي أنا أقول لك حاجة كيف صارت كذا كيف سوت هذه الخدعة إحساس والحلم اللي حلمته أتحقق وإذا كما أتحقق ما الحلم ما حلم ما حلمت أحلمت أنك اخترت كرت اللي هو سبعة القلب تمام لكن سبحان الله جاءت بطريقة مختلفة أنك تبتصلي على الوالد والوالد يقول الكرت سبحان الله مع أني يعني ما أعرف لطالة فيزيك ما نقي هذرة ما نقي هذرة مستوعبين اللي صاد مو مستوعبين وشي فعلا يخوف ولسه حنلعب ولكن دعيني أسألك مونيبة كلمنا عنك كيف كانت بداياتك في هذا العالم وكيف أصلا قررت أنك تدخل عالم ألعاب الخفة طبعا من الصعب أن شخص عمره 12 سنة يخش في هذا المجال لكن أنا كنت أتابع مقاطع في اليوتيوب من لعبة خفة وأدقق على الخدعة وحاولني أكشفها فكنت أكشف كم خدعة وحاولني أطبق تمام إلا ما صرت لعبة خفة ما شاء الله طب عندك مشاهدات عالية جدا على التك توك ما شاء الله تبارك الله كيف انشهرت طبعا ماذا تسوي على التك توك شوف شوف أي شخص تمام يدخل في برنامج أهم شيء الأسلوب إذا كان عنده أسلوب ستجيهم مشاهدات والناس ستبدأ تتابعه أنا صراحة في مجال ألعاب الخفة الشخص الذي لا عنده أسلوب في مجال الخفة صراحة لا يصبح صح أنت أسلوبك يخوف مونيف والخوف سلوبك يخوف والله بدأت أشعر الأستوديو مسكون لا 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 طب لو افترضنا مثلا مونيف أنك علمتني بعض هذه الأسرار فهل تتوقع أني سأنجح في ألعاب الخفة أو لا طبعا أنا قلت أهم شيء الأسلوب هي ثلاث نقاط أي شخص يخش في مجال الخفة يجب أن يكون هناك ثلاث نقاط يتعلمها ويجب أن يكون هناك أول شيء خفة اليد ممتاز ثاني شيء طريقة الكلام ثالث شيء هو الأسلوب الأسلوب كل شيء في الخفة كيف تقنع الشخص وليس لديك أسلوب صح أو لا فهو هذا بالصراحة أنا إلى الآن مقدرة أستوعب اللي صار في البداية فأبو أعرف أيش أكثر أو أشهر الخدع اللي انعرفت فيها كيف سنتعلمتها مين اللي علمك الخدع اللي انشارت فيها تقصدي في خدعة تقريبا خدعة بصرية جابت ما شاء الله تبارك الله 13 مليون لا تقول لي حقة الألوان اللوحة البيضة والألوان اللي طلعت نعم هذه أنا شفتها وأنا قعدت تخيل لأنني أسوي سكرينشوت كل شوية لما أسوي سكرينشوت فعلا هي شاشة بيضة نعم بس لما ترجع العين تشوفها وقت التركيز أشوف أربع ألوان تطلع لي في الشاشة طبعا هذا شي طبيعي هذه جننتني هذا شي طبيعي لكن أنا اعتمدت على هذا الشي تمام لأنه دائما الشخص اللي من خلف الشاشات يبغي يشوف خدعة له أنا أسوي لك خدعة تمام فبالنهاية أستمتع بالخدعة البصرية اللي أنا أسويها طبعا الخدعة اللي تجيني بالطريقة هذه أحيانا أنا أخترعها طب الخدعة البصرية هذه أنت كانت من اختراعك أو تعلمتها من أحد لا بالنسبة أنه أنا أتعلمها من أحد لا نهائيا هذا تواضع أو ثقة بالنفس أو أش بالضبط فيها تواضع لكن أنا قلت لك يعني شخص عمر 12 سنة يوم يبدأ بمجال زي كذا ويحب المجال هذا تمام يبدأ فيه طب قد صارت معاك أنه مثلا الجمهور اكتشف صر خدعة أنت سواتها قدامه من ناحية العروض أو من ناحية من خلف الشاشات يعني من ناحية الاثنين من ناحية الاثنين بالنسبة للعروض طبعا لعب الخفة الذي يوصل لمرحلة أنا أشوف لعب الخفة الذي يوصل لمرحلة تمام حتى لو غلط على المسرح يستطيع أن نصرفها هذا أنا أقول هذا لاعب الخفة تمام هناك ناس تتوتر أنا مرة من المرات كانت معايا العصة 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 التي تكون يقول عليها العصة السحرية تكون مثل المول العصة السحرية تمام تكون مثل الشرشف فجأة تتحوى العصة تنفك وتتحوى العصة فأجت بفكها ما فكت تهوى فالجمهور ماذا؟ ماذا الهرجة؟ أنا ما توترت هنا قلت خدعة فاشلة الجمور كله ضحك وصرفت الخدعة بخدعة ثانية فلازم المواقف هذه تصر لك أكيد المهم أن يكون عندك سرعة بديها وكيف تدارك هذا الموقف تصرف الموضوع مونيب نحن عندنا مقطع فيديو لك خلونا نشوفه مع المشاهدين ونرجع لكم تركز معي مهنت قلت خدعة حسنا يتركز يتركز محمي حسنا محمي هم حسنا ه تفتحها ها؟ لا 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 حتنفجر لا هذه الخدعة تعتبر خدعة بسيطة بالنسبة لي أنا كنت أتكلم عن الخدعة البصرية اللي جابت مشاهدات أكثر المتابعين اللي هي خدعة الألوان أي وهذه الخدعة شكرا؟ هذه أيضا الخدعة جابت تعدد مشاهدات تقريبا مليون أو مليونين مشاهدة طب اشراك تعلمنا كذا بعض أسرار هذه اللعبة ونشوف خدعة معك يعني لعبة تلعبنا معك بالنسبة لأنه أكشف طبعا ما في لعبة يكشف خدعه لكن راح أسوي لك حاجة تمام؟ ممكن تعطيني جوالك جوالي أنا؟ ايه ايه اعطني جوالي جوالي اليوم طلع أكثر مني شا الموضوع؟ فضل اوكي تبغيني أصور سناب؟ ما عندي مشكلة اه أعطيك العاب دقيقة 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 كفكيت الفاسورد لا دقيقة كفكيت الفاسورد سر المحر أنا أعطيتهم قفل يدروا معا طولة يلا قفلته وريني وريني قدام الناس افتحها ونشوف كيف حتفتحهم أعطيني جوالي قدام الناس يشوفوا اوكي رفع الجوال؟ السحر يأتي مرة واحدة بس رح حاول أني أسويها اوه يا جوال اوه يا جوال اوه يا جوال من أول ما قاعدت على الكرسي وانت قاعدت تقول لي رمز جوالك بدون ما تعرفي لا حد استغرب لا تكلمنا بس رمز جوالي أبدا كيف قلتلك وانا مش هدفنا على الرمز جوالي سر المحنة ترى فيه مواقع تكشف في جوجل اذا كتبت في جوجل أقيني سر خدعة فلانة فلانة ألاقيها على طول في جوجل تقدر تكتب بس أنا بشرح لك حاجة أحيانا يوم لاعب الخفة ينزل خدع يتعمد أنه يكشف الخدعة ليش؟ عشان يجيه تفاعل أنا ببعض مقاطعي أكشف أبين للناس كيف أسوي الخدعة ليش؟ عشان يجيني تفاعل بعدين أصدمهم شيء جديد لا بس صدق كيف فتح جوالي أبا سويها هت علمني هذا الخدع بعد اللقاء علمني أضبطك في اللقاء خلاص بعد اللقاء علمني أبغى أفتح جوالات وأبا أفتحها والله فضيع لا تتوتر هذه الأمور عادية تتوتر صدق طيب يعني كيف تجدد أفكارك كيف كل مرة بتبتكر لعبة جديدة الجمهور متعطش ويمل من الأشياء الموجودة في كل مكان فكيف تتعلم كيف تتكر كيف تجدد طبعا مو أي لاعب خفة يقدر يجدد تمام هذا يعتمد على الشخص نفسه أنا أيش أختري في مجازفة هسويها بإذن الله من اختراعي أنا بس أنا كان نفسي أنه أسويها قبل ما أطلع اللقاء هذا عشان أنت تشوفها لكن ما سمحت الفرصة وكان الوقت ضيق بإذن الله المجازفة هذه ستضرب ترنت وإن شاء الله أنت تشوفها إن شاء الله بإذن الله ونعرضها معنا كمان في البرنامج فيها خطورة أو لا؟ نعم فيها خطورة لأنها مجازفة تمام فيها الصدمة ونحرق أشياء يعني من نفس الأشياء لا بس انتبع عن نفسك هام شيء الوقاية والأمن والسلامة وإذا كانت موجودة ما كنت تحسويها لكن موجودة هذه الوقاية وكل حاجة موجودة أو كنت ما كنت تحسويها إذا ما كانت موجودة جميل نحن مونيب صراحة نتمنى لك كل توفيق في هذا المجال وإن شاء الله عليك يعني محترف تسلم موهوب جدا وإن شاء الله نشوف لك عروضة عالمية بإذن الله في ألعاب الخفة بإذن الله نورتنا مونيب شكرا لك نورك الله يساعدك تسلم مهتزة أنا مصدوم على فكرة مجادرة كلها لا نمتبع تسلم باقي نريد أن ننسى الموضوع شوي لا أبد نسمعكم غنيات الفنانة والنام الحين الله نسمع ونام الحين وبكرة خير لا تمني كلام جارة الله العالم وش بيصير يمكن نسحنة صالة ونام الحين وبكرة خير لا تمني كلام جارة الله العالم وش بيصير يمكن نسحنة صالة ولا تدعب ولا تعب تزود اشتركوا في القناة